اشتركوا في القناة 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 بالاضافة لده بتكون وركز في الحتة اللي جاية دي بتكون اشتركوا في القناة سبغ بسبغة خاصة غير الجرام ستين اسمها زيو ديلسون ستين طيب دلوقتي هنحكي قصة المايكوبكتيريوم تيبركروز لازم عشان واحد يتعد من واحد تاني يكون قاعد معاه فترة طويلة في مكان التهوية فيه سيئة جدا زي ما قلنا المرض بينتشر في الاحياء الفقيرة اللي بتكون الاسرة عشرة عايشين في وضع واحدة و هكذا بتنتقل عن طريق من النوز او الماث هتفضل المسية وتدخل اللونج لحد ما توصل الالفيولاي لحسن الحظ احنا عندنا ماكروفيج جوه الالفيولاي بتاعتنا لذلك هتعمل لها فاجوسايتوسيس لحد هنا والكلام زي الفل جوه الماكروفيج فيه حاجة اسمها لايزوزوم الليزوزوم ده جوه دايجستف انزايمز المفروض انه يبلع البكتيريا ويصب عليها الديجستف انزايمز دي ويقتلها وخلصنا قل لك شوف التركة فاكر المايكوليك اسد الليبيد السميك اللي كان موجود في السيرول بتاع البكتيريا دي او ده يخلي البكتيريا ريجد كده فالليزوزوم مش هيعرف يعمل لها فيوجن او يبلعها ويصب عليها الانزايمز طب وبعدين بعدين التي بي هتفضل تتكاثر تتكاثر جوه الماكروفيج الماكروفيج مش هتسكت لازم تتصرف بالفعل هتفرز انترلوكا 12 تيومر نيكروزيس فاكتور ألفا دول بمثابة جرس انظار كده الباقي الخلايا المناعية الماكروفيج بتقولهم الحاق في مصيبة بتحصل هنا بالفعل التي سيلز والناتشورال كيلرز او الانكي سيلز هتروح جاري على مكان التي بي التي سيلز هتنقسم وتدي تي هيل بروان سيلز وتطلع انترلوكا جاما والوضع هيشتعل جدا تفضل التي سيلز والانكي سيلز تضرف في الماكروفيج بالتي بي اللي جواه المعركة هتحتدم لعد ما تفرقع الماكروفيج دي اللي جواه البكتيريا وتطلع البكتيريا دي تنتشر في كل حد شوية يروحوا اللونج تشو وشوية يروحوا الليمفاتيكس وشوية هيطلعوا على البلود اللي موجودين في اللونج مع الألفولار ماكروفيجيس مع الإبيثيليويد سيلز مع لانج هانز جاند سيلز دول الاميون سيلز يعني هيعملوا سنترال كور من الكازياتينج نيكروزيس دي بتبقى تشيزي لايك وتروح تيجي لتي سيلز والماكروفيجيس تحاوط من طيقة النكروزيس دي وتعمل جرانيولوم عشان تمنع المايكوبكتيريا من أنها تنتشر أكتر وممكن تقتل البكتيريا لو عددها قليل لو عددها زاد جدا هتبقى إنكابسوليتد بفايبران ممكن بعد بكتيريا دي تفضل دايما شوية تدخل في مرحلة سباة عميق منتظرة أن المناعة تقع أو العيان ياخد إميونو سابريسيف ثيرابي يروح يبتدي يحصل لها بعد كده reactivation تفوق تاني وتعمل manifestation وبيسموا الوضع ده latent tuberculosis الكازياتينج جرانيولومة دي اللي بتحصل في اللنج بيسموها gons focus لما التي بي تيجي في length nodes وتعمل classification هيسمو الاتنين مع بعض gons complex primary infection بيتيجي في لكن reactive أو latent يعني لما بيحصل لها reactivation بيتيجي في upper loop أكتر لو دخلت البلودستريم وعملت hematogenous spread هتروح على الأورغانز التانية وبيسموها systemic miliary tb هتروح على الكيدني وتعمل sterile pyuria يعني white blood cells وهتروح على adrenal gland وتعمل addison disease وهتروح على liver وتعمل hepatitis وهتروح على lumbar vertebrae وتعمل pod disease بعدين تطلع على فوق على cervical lymph nodes وتعمل lymphadenitis في النك وتطلع كمان شوية على المنجيز بتاعت الbrain وتعمل المنجيز طيب تعال نشوف ال clinical picture عامل ازاي ال incubation period بتاعت ال tb من 4 اسابيع ل 12 اسبوع يعني من اول ما البكتيريا تدخل لحد ما تظهر اول ليجين على ال lung ده بياخد من 4 اسابيع ل 12 اسبوع لكن عشان تظهر symptoms على العيان ده ممكن ياخد من 6 ل 12 شهر لكن طول الفترة دي بيكون asymptomatic طيب ايه هي اللي لما تظهر على العيان ابتدى شك انه tb لما عياني يجي لي عنده كف اي نوع بس غالبا بيكون من اكتر من اسبوعين ومعه fever و loss of weight و night sweating ابتدى شك انه tb اول حاجة بعمله tst tb skin test الانتجن بتاع tb بحقينه intradermal واقول للعيان تعال بعد يومين لو لقيت مكان ال injection hard red swelling يبقى محتاجة اتأكد يا اما باخد من العيان عينتين سبيوتم يعني النهاردة الصبح اخد عينة وتاني يوم الصبح اخد عينة وهما الاتنين يطلعوا positive بالmicroscopic examination يا اما عينة واحدة positive سبيوتم تحت الماكروسكوب ومعها x-ray abnormalities classification او غيره يا اما عينة واحدة positive سبيوتم تحت الماكروسكوب والكالشر بتاعتها positive يبقى عشان اشخص عينتي بيه يا اما اتنين يا اما واحدة ومعها radiologic abnormality يا اما واحدة ومعها culture positive طيب احنا بناخد عينة السبيوتم وبنحطها على سلايد وبنصبغها بالكاربول فوكسن او ما يسمى بالزيل نيلسنستين عشان اخلي كل انواع البكتيريا المختلفة الموجودة في السبيوتم لونها احمر بعدين احط H2SO4 بتركيز 25% هو ده الاسد ليه؟ عشان يشيل اللون من على البكتيريا بس انت فاكر ان التي بي كانت acid fast يعني هتقاوم الاسد وتعتفز بلونها وفعلا هتظهر curved acid fast فيه صبغة برضو تانية تنفع اسمها fluorochrome stain يبقى ما تنساش انه الصبغة بتاعة المايكوبكتيريام تيبركولوزيس اسمها zeal nylsenstein اهم واحدة اما بالنسبة للكالشورز عندنا اتنين واحدة اسمها dorset egg and egg saline media دي فيها بيض عشان يخلى البكتيريا تكبر وفي حاجة تانية اسمها لوفنشتاين جانسين ميديا ده في حاجة اسمها ملكايت جرين ويعمل انهيبشن لكل البكتيريا ويسيب المايكوبكتيريام هي اللي تكبر الكالشور نتجتها بتاخد من اسبوعين لتمن اسابيع لانورمايكوبكتيريام تيبركولوزيس زي ما قلنا بتكون في الاسكرينينج بقى اساعدوا يستخدموا الPCR عشان يستكشفوا بي الDNA بتاع البكتيريا بالنسبة للتريتمينت في علاجة تيبركولوزيس بنستخدم استراتيجي اسمها dots يعني direct observation therapy with short course chemotherapy بنستخدم فيها اربع عدوية هما والريفامبين والبيرازينامايد والإيثامبيوتول يبقى الDOTS كله على بعضه ستة شهور وبيجيب نتيجة ممتازة جدا عيبه الوحيد بس انه غالي شوية دول الفرست لاين اما الساكند لاين دروجز دول من استخدمهم لو كان التيبركولوزيس ده ريزيستنت للأدوية بتوع الفرست لاين او العيان عنده حساسية للأدوية اللي فاتت دي شوية الأدوية اللي تكتبوا قدامك دول مشكلتهم انهم بيكونوا ليس افكتف ومور توكسك بس احيانا القليلة يعني بنضطر نستخدمهم في الحالات اللي عنها فوق والحسن الهزة عاملين للتي بي فاكسين اسمه بي سي جي فاكسين طيب شوية التأسيمات دول للأدوية بتوع الفرست لاين دروجز بص عليهم بالراحة مهمين جدا بص عليهم بالراحة مهمين جدا اشتركوا في القناة